بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري أيامكم سعيدة بولادة سيدنا ومولانا علي الأكبر عليه السلام كما يقول علماؤنا الأعلام عليك أن تحذر قبل المنتصف من شعبان سوف تعرض الأعمال على صاحب الزمان سلام الله عليه وتنزل عليه الملائكة في ليلة ولادته الميمونة وسوف يكتب المسودة الأولى لمستقبلك لمدة سنة وهذا ما اتفق عليه علماؤنا الأعلام جميعا بأنه يكتب في ليلة الشعبان حياتك لمدة سنة قابلة من الزواج من الشفاء من العافية من النجاح من الرزق من الاستقرار من الهدوء من التزديد والتوفيق في الدراسة من الذرية إلى غير ذلك فعليك أن تستعد استعدادا حقيقيا لهذه الليلة هي ليست فقط بأنك ماذا تقوم بتوزيع الطعام وتأتي إلى كربلا وتفرح بين الحرمين هذا ليس فقط عليك أن تعرف بأن أعمالك ستعرض في هذه الليلة ويراها الله ورسوله وأهل البيت عليهم السلام ويقررون بعد ذلك ماذا يكتبون لك على ضوء أعمالك لسنة أخرى على ضوء أعمالك فقلنا بأن عليك الإكثار من الاستغفار أستغفر الله وأسهله التوبة سبعين مرة وكذلك الصلاة على محمد وآل محمد بهذه الكيفية اللهم أو عفوا صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته قدر الإمكان هذه الأيام أعمل حمية من الذنوب ابتعد عن المعاصي ابتعد عن السيئات قدر الإمكان اصلح ما بينك وبين أهلك اصلح ما بينك وبين زوجتك وأولادك كي تأتي الأعمال ماذا منيرة صالحة بين يدي صاحب الزمان سلام الله عليه فيكتب لك مستقبل سنة قادمة بأحسن ما يكون طبعا تعرفون جيدا بأن هناك مهلة أخرى من بين ليلة المنتصف من شعبان إلى ليلة القادر هذه المسودة يمكن تغيرها يعني كلما غيرت من نفسك صاحب الزمان عليه السلام يغير من مصيرك لسنة قادمة الله سبحانه وتعالى يكتب لك غير ما ثبت يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أي أن الله يمحو ما كتب لك نتيجة أعمالك في هذه الأيام قبل ليلة المنتصف من شعبان أكثر من الصدقة فإن الصدقة تدفع القضاء المبرم وادفعها عن صاحب الزمان لحفظه سلام الله عليه أكثر من دعاء الفرج فإن فيه فرجك من كل هم وغم وضيق لسنة كاملة إقرأ دعاء الفرج قدر الإمكان هذه الأعمال سوف تأتي لصاحب الزمان فتكون سببا لراحة سنة كاملة قادمة سببا لنجاحك لسنة قادمة سببا لزواجك سببا لإستقرارك سببا لنجاح أولادك لبر أولادك لحسن المعيشة وكذلك زيادة الرزق عليك من الآن أن تبدأ رجاء رجاء عليك الآن تبدأ في مسألة الاستغفار سبعين مرة خذ الأمر بشكل جدي رجاء وأنت كذلك واخبر أهلك اخبر أولادك بهذا الأمر بأننا سوف يعني في منتصف الليلة من شعبان سوف تعرض أعمالنا جميعا على صاحب الزمان وسيكتب المسودة الأولى لسنة قادمة قدر الإمكان أن نكثر من الاستغفار والصلاة على محمد وعلي محمد وأن نحسن من أخلاقنا وكذلك أن نبتعد عن المعاصي والسيئات كي نختم هذه السنة بختام خير إن شاء الله تعالى لذلك علينا الاكثار الاكثار من الاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد والأخلاق الحسنة هذا أمر مهم جدا جدا يعني احتجنا إلى التنويه عليه مرة أخرى لإيقاظ بعض الغافلين عن هذا الأمر بعض الغافلين عن هذا الأمر ولذلك نجد أنه جاء في الزيارة الناحية المقدسة لصاحب الزمان سلام الله عليه بأنه مشيئة الله يعني مشيئة الله وأمر الله عز وجل يصدر من بيوتكم وكذلك ماذا فوض الله سبحانه وتعالى كما جاء في الزيارة وفوض إليكم أمر العباد وفوض إليكم أمر العباد ومشيئة الله تصدر من بيوتكم أمر الله يصدر من بيوتكم فما يكتب لكم الإمام صاحب الزمان عليه السلام فهو بمشيئة الله وبأمر من الله وفوض إليه أمر العباد يكتب لنا ولكم إن شاء الله أفضل ما يكتب من الخير لسنة قادمة رجاء التنويه للعائلة جميعا هذه الأيام حتى تأتي ليلة ولادة صاحب الزمان عليه السلام يجدنا متغيرين ليغير حياتنا للأحسن والأفضل إن شاء الله برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام اشتركوا في القناة